إذن نبدأ بملف التصعيد الإقليمي الذي اتخذ منحا خطيرا مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته النوعية ضد أهداف حزب الله في لبنان فقد أقر الحزب بمقتل أحد مسؤوليه الميدانيين في قصف إسرائيلي على بلدة المجاد القرب مدينة سور كما أعلن عن مقتل اثنين من عناصره في أغارة إسرائيلية طالت للمرة الأولى معاقل الحزب في بعلبك بالقطاع الشرقي للبنان ضربات نوعية تأتي بحسب مصادر في إطارة استراتيجية إسرائيل لتدمير الهيكل الميداني لحزب الله كما جاءت بعيدة إسقاط الحزب مسيرة إسرائيلية كبيرة بصاروخ أرجو فوق منطقة إقليم التفاح قرب الحدود متابع الخبر من بيروت مع النائب عن كتلة القوات اللبنانية العميد وهبي قطيشة مرحبا بكم معنا ساعة نائب في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية بداية كيف تنظرون ما موقفكم من هذا التصعيد الذي يعد خطيرا بحسب مراقبين وتوسيع دائرة هذه الاستهدفات الإسرائيلية لمعاقل حزب الله لتصل لأول مرة إلى بعلبك طبعا اليوم شاهدنا التصعيد أول مرة تصعيد من هذا النوع سواء كان من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله فإسرائيل هذه أول مرة تستهدف أهدافا على بعد 200 كم من حدود إسرائيل وصلت إلى بعلبك التي تتبعد حوالي 200 كم كذلك شاهدنا تصعيدا من حزب الله لأنه أول مرة يسقط مسيرة إسرائيلية خاصة في العنق اللبناني فوق إقليم التفاح على بعد حوالي 40-50 كم تقريبا من الحدود لذلك هذا التصعيد الذي يعمل عليه إسرائيل تعمل عليه إسرائيل منذ زمن بعيد هذا التصعيد شاهدناه نوعيا اليوم سواء كان من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله صحيح سيادة العمد على ذكر هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي التصريحات الإسرائيلية تشير على أن استراتيجيتها تهدف لتدمير الهيكل الميداني لحزب الله ماذا يفهم من هذا؟ ما معنى الهيكل الميداني لحزب الله وما معنى مضي إسرائيل في استراتيجية تدميره؟ طبعا يوم بدأت هذه الحرب في جنوب البنان منذ 8 أكتوبر كان الإسرائيل تعمل عمليات على استهداف قادة الميدانيين لحزب الله وقد نجحت في استهداف حوالي 220 قائدا ميدانيا عندما في كل الجيوش وفي كل المحاربين تستهدف القيادات تضعف هذه الهيكلية العسكرية لذلك هي تستهدف هذه القيادات هل تستهدرج حزب الله إلى عمل أكبر لفتح حرب مفتوحة لأنها لا تريد إسرائيل أن تكون تحت حرب استنزاف من قبل حزب الله لمدة شهر أو شهرين أو إذا اتفقنا على هدنة بعد سنة أو سنتين تعود الحرب استنزاف من جديد لحدودها الشمالية لذلك هي مصرة على حسم هذه الحرب مرة لكل المرات قد يكون كما يحصل في غزة أو في لبنان إما باتفاقية مرة لكل المرات أو بحرب كما يصرح قادتها ويبدو أنهم مصممين على ذلك لأنهم يعتمدون التصعيد منذ بداية هذه الحرب نعم سيدة العميد في المقابل كما ذكرت حزب الله قام بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة كذلك قناة المنارة التلفزيونية التابعة للحزب طبعا قالت إن الجماعة ردت بإطلاق ستين صاروخا على مقر للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة إلى أي حد يبرز كذلك هذا احتمالية وخطورة التصعيد أكثر وإلى أي مدى تعتقدون سيدة العميد لا أعتقد بأن استهداف الجولان هو من قبل التصعيد من قبل حزب الله إذا أراد حزب الله التصعيد فهو يقصف البلدات الإسرائيلية إنما عندما يستهدف الجولان والجولان معروف أنه منطقة محتلة وهي سورية بامتياز لذلك قد يكون لرفع العتب بتوجيه هذه الصواريخ نحو الجولان أنا لا أعتقد أن حزب الله بصدد قبول التصعيد تجاه الوضع الإسرائيلي لأن الوضع الإسرائيلي أو بالأحرى التحضير الإسرائيلي والإعداد الإسرائيلي لحرب مفتوحة وكبيرة تضر كثيرا وقد تدمر حزب الله كليا لذلك هو لا يريد الذهاب إلى هذه الحرب المفتوحة إنما يريد خوض حرب استنزاف طويلة الأمد أشهر وسنين أو حتى إذا تخللتها هدنة الآن يريد أن يستعمل أو يستخدم هكذا حروب استنزاف على سنوات لاحقة أي أنه يريد أن يبقى الجرح مفتوحا لصالح إيران أو لصالح أهدافه في الداخل وفي المنطق سيدة العميد دوابي أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سنذهب في التقرير الموالي لمتابعة الاستهدافات الإسرائيلية التي تعمقت في الداخل اللبناني متخطية إذن كل قواعد الاشتباك وتوسعت الضربات من الجنوب وصيدة وصولا اليوم إلى بعلبك في القطاع الشرقي للبنان في هذا التقرير نستعرض أعمق الضربات التي طالت مختلف المناطق اللبنانية اشتركوا في القناة نعم وأعود إليك سيد وهبي في بيروت كما كنت تتحدث قبل التقرير فإن حزب الله لا يسعى إلى حرب مفتوحة بل هو يسعى إلى حرب استنزاف طويلة المدى ولكن الكلام أن حزب الله يقول أنه فتح جبهة الجنوب نصرة لغزة الحديث الآن ربما عن تهدئة في غزة خلال شهر رمضان هل برأيك هذه الجبهة في جنوب لبنان ستبقى مشتعلة إذا ما تم التوصل إلى هدنة في غزة أم لا؟ أعتقد أنها ستبقى مشتعلة لأن القادة الإسرائيليين يقولون أن جبهة الجنوب لبنان لا علاقة لها بغزة حتى لو حصلت اتفاقيات في غزة فجنوب لبنان العدو الإسرائيلي هو مقرر أن يحصم هذه القضية مرة لكل المرات لذلك هو يعتقد بأن سنة 48-75 سنة كان في حرب تأسيس الدولة واليوم يقول هناك حرب لتثبيت هذه الدولة أي للانتصار على كل المنظمات التي تود محاربة إسرائيل لذلك أنا لا أعتقد أن لجنوب لبنان علاقة بغزة لأن العدو الإسرائيلي يريد حسم هذه المعركة مرة ولكل المرات نعم طيب ولكن هل قدرة الحزب على الرد واستهداف مناطق إسرائيلية تعتقد أن الاستراتيجية الإسرائيلية ستنجح في ذلك في تدمير هيكله الميداني كما تقول التصريحات الإسرائيلية طبعا إذا عملنا ميزان قوة بين السلاح الإسرائيلي وسلاح حزب الله حزب الله يمتلك فقط الصواريخ بينما إسرائيل تمتلك الطائرات والدبابات والمدافع والمسيرات والسلاح النووي طبعا هو قادر لأن الإسرائيل هي الأقدر والأقوى ولو كان لدى حزب الله سلاح أقوى لكان صعد كما صعدت إسرائيل لكنه يخاف المواجهة المفتوحة لأن المواجهة المفتوحة قد تغضي على كل مشروع حزب الله وكل المشروع الإيراني من خلال لبنان لذلك هو يحرص أن تبقى هذه الحرب هي في حدود الاستنزاف لأنها تخدم إيران وتخدم مصالحه الخاصة في لبنان أما قدرة الإسرائيل طبعا إسرائيل تمتلك القدرات لحسم هذه الحرب كما تشاء لأنها لديها كل القدرات طيب ولكن هل تعتقد في المقابل أيضا أن الإسرائيلي لديه القدرة على المواجهة على حرب الاستنزاف طويلة وهو مستنزف أصلا في الجنوب في غزة لذلك الإسرائيل لا تريد حروب الاستنزاف هي معتادة على حروب الخاطفة لمدة أيام وتحسم الوضع مع الجيوش النظامية إنما مع الجيوش السورات كما يحصل في حماس أو كما يحصل في جنوب لبنان ليست معتادة وليس هذا في مصلحتها لذلك هي أول ما دخلت إلى غزة وضعت هدفين تحلير الرهائن والقضاء على حماس وهكذا تعمل في جنوب لبنان عندما فتح حزب الله هذه الحرب على إسرائيل هي قررت أنه يجب الانتهاء من هذا التهديد يلي بمثابة حرب الاستنزاف مرة كمان لكل المرات لأن الشعب الإسرائيلي في شمال إسرائيل لا يمكن كل فترة أن نطلب منه النزوح نحو الداخل كل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو حسب لذلك هي مقررة الآن أن تحسم هذه الأنواع من الحروب حروب الاستنزاف مرة لكل المرات مرة في غزة وهذه المرة في جنوب لبنان لذلك نرى أن حزب الله لا يريد التصعيد لأنه يريد الاحتفاظ بكل هذه القوى التي يمتلكها لخوض حروب الاستنزاف لأنه الأضعف إذا ما قارلنا بين سلاحه وسلاح الدولة الإسرائيلية أشكرك شكرا جزيلا على انضمامك إلينا في غرفة أخبار ليلى العميد وهبي قاطيشة أنتم النائب عن كتلة القوات اللبنانية مباشرة من بيروت